محمد الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمي إبت الله بنت عبد القنين تلميزة من تلاميز المركز بيه ويغوة للجرسات العربية والثقوقة الإسلامية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين الحجاب الحجاب هو ثوب ساتر أمر الله تعالى الفتاة المسلمة بارتدائه لكي تستطيع نفسها وتحفظها من أن تكون سلعة رخيصة تمتج أيدي الآبطين لتصون قرومتها وعلموا أيها المستمعون الكرام أن الله تبارك وتعالى فرد الحجاب على جميع المرأة المسلمة وقال جل شأنه في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُجَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ ذَلِكَ أَجَنَا أَيُّنْ يُعْرُفْنَ فَلَا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ قَفُورًا رَحِيمًا وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يَا أَسْمَا إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيدِ لَمْ يَسْلُحْ أَنْ يُرَوْ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَثَارُ إِلَىٰ وَدْئِهِ وَقَفَيْهِ وَفِ الْخِتَامِ فَعَلَمُوا أَنَّ شَرَفَ الْمَرْءِ فِي تَوْعَةِ اللَّهِ وَاتِنَا بِنَوَائِهِ الْحَبْأَةِ اللَّهِ وَالْحَالَقِ وَالْحَالَ النَّهِ وَأَعَلْتَامِ